أطلقت قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات الحماية الكردية الجزء الأساسي فيها أطلقت معركة السيطرة على محافظة الرقة معقل تنظيم الدولة وذلك بدعم من طيران التحالف الدولي وأفدت مصادر إعلامية بأن القوات الكردية حشدت قرابة 12 مقاتلا إضافة للعديد من الأليات والأسلحة الثقيلة حول الرقة وذلك استعدادا لدخولها وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر سكايب من الحدود السورية التركية الناشط الإعلامي لؤي حسين يعني سيد لؤي ما المعلومات لديك حول بدء معركة السيطرة على الرقة والتي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية أطلقت قوات سوريا الديمقراطية منذ ثلاث أيام معركة تحرير الريف الشمالي بما يسميهما بتحرير الريف الشمالي حشدت قوات كثيرة انسحبت من منطقة راس العين ومنطقة عين العرب كوباني إلى منطقة عين عيسى كان ذلك من ثلاث أيام لبدء المعركة حصلت الليلة تأمس ما بين الساعة 11 للساعة 2 بعد منتصف الليل حدثت معركة قرب منطقة تسمى بالهيشة لسيطرة الحزب على هذه المنطقة باتهم بالفشل لم يكن هناك الطيران التحارف لم يشارك في المعركة كانت هناك خسار فديحة جدا كانت السيارات الأسعاف تأتي بالجرحة والقتلة إلى منطقة الأبيض إلى المشفى الرئيسية هناك الحزب أطلقها معركة تحرير لكن هي ليست معركة تحرير هو احتلال من احتلال هما طرفين احتل هذه المنطقة هناك من يهجر وهنا من يهجر هناك من يقتل والآخر يقتل هنا يعتقل وهذا يعتقل الحزب الآن لديه منهج هو يغير ديمغرافية المنطقة من تهجير هناك المراكز الأساسية في المنطقة هي منطقة سلوك منطقة تركمان غالبيت الأبيض سكان هذه المنطقة هم مهجرين الآن في تركيا جميعهم في مخيمات تركيا الآن جالسين منذ قدوم الحزب نعم طيب ما مدى صحة ما يشاع بأن معركة الرقة فردت على القوات الكردية من قبل التحالف الدولي القوات الكردية ليس لها مصلحة بالذهاب إلى الموت إلى النار أطلق قائد المعركة سموها روجدة فلات هي التي تقود المعركة والتي تحدث باسم المعركة طلال سلو وهم معروفان يعني الحزب لديه نقص في أكثر من جبهة لم يستطيع بذخ المال بذخ الكثير من المغريات للناس لم يستطيع جلب أهل المنطقة في صفوفه هناك لواء ثوار رقة هو لواء الآن مهلك كثيرا لا يتعدى المئة وخمسين مقاتل وهناك ما يسمى بلواء التحرير اللي هو لا يحمل علم الثورة الآن هو يحمل علم قوات سوريا الديمقراطية وحزب اليبكي نعم طيب كيف تبدو أوضاع المدنيين داخل مدينة الرقة وخاصة بعد إعلان معركة السيطرة عليها بعد معلنة المعركة أعلن تنظيم عبر مآذن الجامع من يريد الخروج إلى ريف الرقة الواقع تحسي طرد التنظيم فهو حر بالذهاب بالعودة هذا شيء ليس لكن لا يستطيع أحد الخروج إلى الريف لأن هي المعركة بالريف فهو العالم بالمدينة وضع طبيعي لكن لا يشعر فقدان قليل من المواد الغذائية من الأسعار مرتفعة جدا فلا يوجد دخل للمواطن ها هي المشاكل الموجودة في المدينة أما ما يحدث في المعركة فالمعركة تبعد سبعين كيلو متر عن المدينة سبتين كيلو متر تبعد عن المدينة نعم شكرا لك ناشط الإعلامي لؤي حسين كنت معنا من الحدود السورية التركية شكرا شكرا لك